ده واحد من المنتخبات العربية أو يمكن أنا شوف المغرب على المستوى منتخبات العربية مغرب والسعودية يمكن المنتخبات المجموعتها وقدراتها ممكن تساعدهم أن هم يروحوا لبايد ندخل في البطولة ونخش على المجموعة إيه نتكلم في المجموعة الأولى اللي بتضم طبعاً للبلد قطر والإكوادور وهولندا والسنغات يعني يمكن المنتخب القطري بيدخل البطولة بطل افتتاح بكرة بس قطر إكوادور ده أول انطلاقة يعني بالضبط استاد البيت طبعاً اللي هيحتضن افتتاح البطولة إن شاء الله منتخب قطر بيد طبعاً حضرائيك أكيد عارف والسادة المشاهدين أن دي أول مشاركة رسمية لقطر في المونديال قطر يعني ما سبقش لها دخول المونديال قبل كده يعني حظها السنة دي أن هي البطولة بتقام على أرضها ووسط جماهيرها في حالة طبعاً في ظل حالة الشغف الكبيرة جداً وانتظار النسخة الاستثنائية اللي هتقدمها قطر واللي حتى الآن ردود الأفعال اللي جاية طبعاً من قطر ردود أفعال إيجابية جداً على مستوى التنظيم ومواكبة الحدث الكبير سواء في الملاعب وسواء في استضافة الوفود اللي جاية من خارج قطر فالمنتخب القطري طبعاً نحن عارفين أنه عامل مشروع منذ سنوات طبعاً فليكس سانشيز المدير الفني الأسباني كان بيتولى الأكاديميات في قطر وبعدين تولى تدريب منتخب الشباب إلى أن وصل لتدريب المنتخب الأول ويعامل فلسفة ومنظومة لعب طبعاً حفظها حتى لفرق الشباب في المنتخبات القطرية فالكل طبعاً منتظر يشوف يعني طبعاً المواجهات الرسمية كانت قطر كمان شاركة عملت حاجة كويسة جداً أنها شاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية لشان تاخد احتكاك كبير مع المنتخبات وما يبقاش الاستضام بالمنتخبات القوية في البطولة يعني استضام مرة واحدة فقطر اكتسبت طبعاً أكيد اللاعبين الخبرات المطلوبة في المباراة التصفيات هايبان بقى ده تأثيره بكراً إن شاء الله في مباراة الافتتاح طبعاً اه في مباراة الافتتاح أمام الإكوادور احنا عارفين طبعاً أبرز العناصر المميزة عند قطر سعد الشيب حارس المرمى عندهم عبد الكريم حسن الزهير الأيصر مميز جداً خرخ بوعلام بسام الراوي كمان عندهم في نص الملعب أكرم عفيف وحسن الهيدوس والسناء الهجومي المعز علي طبعاً راشفورد العرب زي ما بيطلق عليه وكمان محمد منتاري كل دي عناصر مميزة جداً وفي منظومة لعب فليكس سانشيز هيكون لها تواجد كبير جداً على أرض الملعب وحضور قوي في المقابل منتخب الإكوادوري يعني مش بيضم عناصر يعني عنده العناصر الأبرز طبعاً عنده موزيز لعب برايتون الإنجليزي كمان عنده فانيلسيا مهاجم فاناربخشة اللي سبق لي أنه لعب في إفرتون ولعب في وستهام في الدورة الإنجليزي لعب في الناديين دول ودلوقتي هو مهاجم فاناربخشة التركي الأساسي ولكن يعني الإكوادور مش بالقوة اللي هي تقدر تخليها حتى النهاردة طبعنا قبل دخول الحلقة كان المؤتمر الصحفي للمباراوة اتكلم فيه قائد منتخب الإكوادور وقال إن حظوص قطر غداً في مباراتهم معنا حظوص قطر أقوى من حظوصنا في الفوز علينا أخذ بالكو نحن نتكلم على مجموعة عالمية يعني قطر بتمثل أسيا السنغال بتمثل أفريقيا إكوادور أمريكا الجنوبية ولندا أوروبا وبالتالي المدارس الكروية مختلفة وكل واحد فيه ممكن يبقى عنده حاجة شوية بتميزه يعني قطر هي البلد اللي بتصديه في البطولة فبالتالي بتتكلم على الأرض والجمهور السنغال البعض يراها أقوى منتخب على مستوى قطر أفريقيا في الوقت الحالي وتشكيلها كلها من المحترفين وكلهم كلاس A أو أغلبهم طبعاً كلاس A هولندا طول عمرها هولندا يعني شيئنا أبينا منتخب دايماً طول عمره عنده سكواد على أعلى مستوى يمكن وفيش شخصية البطل يمكن عنده التركيبة بتاعة البطولة غايبة على رغم أنه كل الأجيال وفيش جيل مفهوش كوكبة من النجوم والإكوادور أمريكا الجنوبية بطبيعها ومهاراتها ويعني نحن عارفين فالفرايتي ده من الصعب جداً يا أحمد أنك أنت تقدر تقول مين ممكن يكون عنده حزوز أكبر من مين وده يوصلنا الحاجة مهمة أن النسخة دي من كاس العالم هتبقى أقوى وأشرص نسخة موجودة من فترة كبيرة لأن هي أغلب المستويات متقربة جداً عرغم من الغيابات الكثيرة لكن في مستويات متقربة في اللعيبة طبعاً فيه منتخبات كبيرة عندها العيبة عندها حلول وعندها فواري لكن لو بصنا المجموعة هنكتشف أن من رغم أن هولندا هي المنتخب اللي ممكن دوله هو المنتخب الأوروبي المميز المجموعة لكن لو بصنا كالكل هتلاقي المنتخبات كلها مستويات متقارب يعني لا تقدرش تقول أن هولندا ممكن هو اللي يطعب على المجموعة لا طبعاً أنا بشوف أن المستويات كلها متقربة شايف أن المنتخب كتر وجوده أن هو بلعب علىها التقليدي وإيه المفاجأة من وجهة نظرك يعني إيه النتيجة التقليدية لنهاية المشوار المجموعة دي وإيه النتيجة اللي ممكن تبقى مفاجأة للناس كلها في نهاية المشوار نفس المجموعة المفاجأة أن أنا حاس أنه ممكن هولندا أصلاً ما تسعدش من المجموعة مين يسعد؟ الإكوادور وقطر الإكوادور والسنغال الإكوادور والسنغال دي دي بقى كمة المفاجأات دي كمة المفاجأات إن هولندا المنتخب الأوروبي اللي هو المفهول طبيعي جداً من ضمن المرشحين طبعا معهم المدرب الكبير لويس فانجال وقاتل ينفع تطلع برضو من الدول الأول كده ما هي برضو يعني يعني كمان فيه فيه نقطة في المجموعة دي مهمة جدا هتغير أو هتقلب حسابات المجموعة وهي غياب ساديو مانيه طبعا فعلا يعني أنت ليه يعني مش عارف ناس كتير جدا بتفقى أنه ساديو مانيه هو القوات ضربة في هو لعيب كويس جدا ولعيب مهم جدا من تأثيره خارج الملعب أقوى بكتير من تأثيره دخل الملعب لا هو طبعا هو ساديو مانيه احنا طبعا احنا شفنا يعني في جواز الكرة الزباية ساديو مانيه كان جاي رقم اتنين على مستوى أفضل لعيب العالم فساديو مانيه قيمة كبيرة جدا وإحنا شفنا كمان الفرق الكبير اللي حدث في فريق ليفربول منذ رحيل ساديو مانيه عن الفريق انت من المدرسة أنه الكبوة بتاعت ليفربول سببها ساديو مانيه رحيل طيمة كبيرة جدا زي ساديو ماني كان سامع جد الوقت أنا مع بلال في المدرسة دي لأن ساديو ماني بوز طريقة لعب ليفربول يعني هو كان بلعب طريقة لعبه معينة خرج واحد من أهم من 3-4 لبعا في العالم ساديو ماني ممكن تعوضه بالعيب هتعوضه بالعيب كويس لعيب كبير لكن لما تيجد إنف هتعوض ميسي وكريسيان وبالعيب مميز لا ده لعيب من أحسن 3-4 لبعا في العالم فصعب لازم تميزه بواحد بنفس المستوى يلا اتغار طريقة اللعب احنا شوفنا ليفربول في الأواخر بدأ يكسب السنغال مش غريبة علينا يعني حلقنا السنغال مرتين مرة في مرحلة أخيرة من تصفات كاسحالم ومرة في فاينال أفريقي فبالتالي المنتخب الحقيقة يعني مع كامل التأدير أنا مقدر تماما حجم مواهبة ساديو ماني لكن مش شايف لما تقولي مثلا منتخب مصر ممكن من غير صلاح يحصل هزة ممكن أتفق معاك لكن السنغال من غير ساديو ماني ما اعتقدش انه هيبقى يعني فيه تأثير كبير أنا انا شوف ان هيأثر غياب ماني عن سكواد السنغال في البطولة هيأثر جامد جدا وعايز اقول لحضرك ان كمان فيه حزن كبير جدا على مستوى معسكر منتخب السنغال بعد تأكد غياب ساديو ماني لمدة ثلاث أشهر وفيه بقى حاجة طريفة في الآخر عايز اقولها بمناسبة صلاح وماني وفيرمينيو السلاسية يعني الزهبية اللي يامة اسعادة جمهور ليفربول التلاتة بيغيبوا عن منديال قطر عشرين وعشرين صلاح لعدم الوصول وماني للاصابة وفيرمينيو للاستبعاد للأسف يعني السلاسي ده كان في يوم الايام بيصنع التاريخ يعني مع ليفربول لا ده أنا زيدك من اللي يدعا